رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء طلبة وطالبات الثانوية العامة المتفوقين والناجحين والتي جاءت نتائجهم مشرفة ومتميزة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الناجمة عن كوفيد-19 وهذا يحملهم المزيد من المسؤولية الوطنية في سبيل تحقيق التميز والنجاح في المراحل اللاحقة من مسيرتهم التعليمية وحياتهم العملية موجها سموه الشكر لأولياء الأمور وإلى وزارة التربية والتعليم وزيرا ومنتسبين وللهيئات الأكاديمية والإدارية الذين عملوا بكل جد وأخلاص ونجاح لإكمال هذا العام في مختلف المراحل الدراسية وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما تم تحقيقه وإنجازه في الملف الإسكاني ووجه سموه الشكر إلى وزراء الخدمات على الزيارات الميدانية إلى القرى والمدن لتفقد احتياجات المواطنين فيها ومنها زيارة سعادة وزير الإسكان إلى قرية الصلحية حيث عرض سعادة الوزير مقترحاً لمشروع إسكاني لتنفيذه خدمة لأهالي القرية تضمن المواقع المقترحة والتدفقات المالية اللازمة حيث كلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة مقترح المشروع الإسكاني للصالحية ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى إعادة جدولة المستحقات المالية لدى الوزارة على بعض القصابين في سوق المنامة المركزي وسوق جدحفص من جانب آخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار إلى الحفاظ على المساجد التاريخية الأثرية التي تحمل تاريخا عريقا في مبلكة البحرين ومنها مسجد أحمد الفاتح والذي بجانبه قبر أحمد الفاتح بالمنامة واتخاذ ما يلزم حيال ذلك بعدها دانى مجلس الوزراء استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية للمدنيين والأهداف المدنية بصواريخ الباليستية ومحاولات تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وفيما أشهد المجلس بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الهجمات وإفشالها فقد أكد المجلس أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين هو اعتداء جبان وجريمة النكراء لما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ثم رحب مجلس الوزراء بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري لما تشكله من تعزيز للجهود والمبادرات لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري وإلى جانب تأييد موقفين مصر والسودان من أزمة سد النهضة من جانب آخر فقد عبر مجلس الوزراء عن إدانته للتدخلات العسكرية الإيرانية والتركية في شمال العراق لما تمثله من انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة والتدخل في شؤونها الداخلية وتهديد أمنها واستقرار المنطقة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولاً تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 عالمياً على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعد تدمية المستدامة لصالح المواطنين ومتبعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ودعماً للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع سلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع خمسين بالمئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020 وفقاً لشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك بالتوازي مع إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 من قبل صندوق العمل تمكين وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته ثانياً وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المحافظة على الأنواع المهاجرة وموائلها وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية إلى مجلس النواب وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثاً استمراراً للحوافز التي تقدم للرياضيين الذين يساهمون بإنجازاتهم في رفع مكانة البحرين في المحافظة الرياضية ودعمهم للاستمرار في تحقيق الإنجازات وحرصاً على وضع آلية محددة لتنظيم صرف المكافآت انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسواة فقد وافق مجلس الوزراء على لائحة مكافآت تكريم الوفود المشاركة من الأندية الرياضية في البطولات والدورات والمشاركات الخارجية الرسمية وتحدد اللائحة قيمة المكافآت لأفراد الأندية الوطنية الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في بطولات الألعاب الجماعية أو الفردية سواء كانت بطولة خليجية أو عربية أو آسيوية أو دولية وأقر المجلس مشروع قرار بشأن اللائحة وذلك على نحو الذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وسعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة رابعاً وافق مجلس الوزراء على إلغاء أجر خدمة حركة السفن VTMS الوارد في الجدول السادس من جداول الأجور المرافقة للقرار الوزاري بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية رقم 15 لسنة 2017 ووافق المجلس على مشروع قرار في هذا الشأن على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ووافق المجلس على مشروع قرار في هذا الشأن على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة خامساً وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بملكة البحرين من الصين والهند لمنتج البلاط والسيراميك وذلك امتثالا لقرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط وترابيع وخزف التبليط أو التغطية والمواقد ذات المنشأ من الصيد والهند وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشؤون الجمارك باتخاذ ما يلزم وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سادسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشهوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة والثلاثين من رقم ستة وثلاثين لسنة الفين واثني عشر المعاد بناء على اقتراحين بقانون المقدم من مجلس النواب سابعا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بتسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في مبلكة البحرين وتحقيقا لما جاء في الرغبة قرر المجلس تنفيذه بشكل جزئي في عشرة جوامع رئيسية يتم اختيارها هذا العام ثامنا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصحة بعمل خطة لاستحداث نظام مستشفيات جراحة اليوم الواحد وتزويدها بالكوادر والأجهزة الحديثة تاسعا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالوحدات الإسكانية للذين قدموا أعمال وخدمات جليلة للبحرين من الإعلاميين والأكاديميين وغيرهم في حال عجزهم أو تعرضهم لحادث أو لأسرهم في حال وفاتهم وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما بتقريرين من سعادة وزير التربية والتعليم الأول عن نتائج الامتحانات والشهادات العامة للعام الدراسي 2019-2020 والاستعدادات للعام الدراسي المقبل وثاني بشأن تقرير التعليم الشامل للجميع بمملكة البحرين الصادر عن منظمة اليونسكو وبما تضمنه من صورة إيجابية عن هذا النوع من التعليم في مملكة البحرين كما اطلع المجلس على تقريرين من سعادة وزير الخارجية الأول عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جماعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول تطورات الوضع في ليبيا وبشأن سد النهضة الأثيوبي بالإضافة إلى تقرير عن نتائج المؤتمر الاستثنائي على المستوى الوزاري للمانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كما اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير شؤون شباب والرياضة بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشغيل مركز الإبداع الشبابي التابع للوزارة موسيقى موسيقى موسيقى